ممكن في الستفرنجات المتحدة التي قمت بتحقيقها النهاردة كنت شرحت لكم انكم ممكن تحلها او تكاو الستفنس متركس الثلاثين الثلاثين دول اللي هم نسميناهم ماذا ؟ Direct Method او Computer Method بعدين جينا المرة اللي فاتت فلتلعك بصنا نحن نشهد Truss بالطريقة اللي اسمها ايه Computer Method فال Direct انا اخدها بعد المتر فاحنا اللي بادئين فيه من المرة اللي فاتت و هنكمل عين مرة دي و كمان مرة بعد المتر أنا سأحل سواء Beams او Truss او Frame باستخدام الكمبيوتر المتر الكمبيوتر مستداختصار كان بتعتمل على ايه انت معاك Stiffness matrix لكل المنطل الوحدة فشوفناها المرة اللي فاتت في Truss بعدين جبتل Stiffness matrix لكل المنطل نعملهم أسامل نركبهم مع بعض عشان نكون Stiffness كله نحل كيف يو تفعل بيه نطلع على Displacement وشوية Post-Processing نطلع لك ايه حاجة عاية كمان اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت عن Truss عايزين نعملهم مرادة عربية. طيب ايه الميزة او السهورة اللي ممكن تظهر لك كتير? ويمكن دي وقت التاخدوا باركو بينها كان ايه الفرق ما بين مسألة البار اللي هو سبرينج ومسألة التراس. ايه الفرق ما بينهم هما الاتنين? مسألة البار دايباً كانت تجيب كارزة ايه? وكلها افو باي. خلت ديبتلك شوية سبرينج افو بطل بعدين واحد راسي. ولكن اقول لهم نفس الخط. كلهم نفس الخط. عشان كنا ما كانش عنده دماغة. على كده يجيلي فتراس ده هو نفس البار بس التريني نعمله ايه? امالين نميله. وبقى عبارة عن مجموعة من البار بس كل واحد منهم ميل بزاوية مختلفة فاتطريني نروح لحاجة اسمها او ايه. طيب احنا لو دينا نتكلم عن اول حاجة ده كاميرا عادية خمس. ايه اللي موجودة اللي موقع في الحركة? المفروض ان انا عندي كل موقع. الطفل اللي موجود دي بتاعي فالمفروض تتحرك ثلاث حركات. حركة وفطية والعكل واحد. حركة رفسية اثنين. وفي داران هنا ثلاثة. عند الموطة التانية اربعة وخمسة وستة. دول المفروض الستة حركات اللي بتقدر تتحركوا من موقعين اللي هم نقطة البداية والنهاية تاعت اي الام. الالام ده في الحقيقة سواء بتاع كاميرا او بتاع كاميرا. بتاع كاميرا نتكلم عنه النهاردة في كل الالامنس دي قففين. احنا البيم الالامنس بتاعك ببقى في نورمند. يعني احنا ايه الفرق دايما بين البيم والفريم? ان البيم ما بقاش فيها الالامنس. بمجرد ما بقى في نورمند ده بقى اسمه ايه? بقى اسمه فريم. فلو هنتكلم على الوقتي بس. ان انا عايز يقول تعالي نشتغل على الالامنس ان هو يكون بيمس لك البيم. هو هيكون نفس الفيكس الفيكسل دي. بس انا هقول ان انا مش مبتن بالبين. بالاكسر كيارة فان كان وكان هنا. كان واحد وهنا كان اربعة. فهلا يدل الوقت ان شاء العاد بس هو واحد رأسي وهنا دوران. وهنا رأسي وهنا دوران. انا معناتش حاجة لان انا قلت دول انا مش مبتن بيهم في البيم لان مش هيكون عالدك اي اكسر لوت. وجيت سميت لك ده بس دايه واحد والدوران يو اتنين وهنا يو تلاتة ودايه اربعة. بدل ما كانوا ستة خلتهم في البيم اربعة. ليه لان الاكسر مش موجود? المفروض ان انا لو عايزة تخليك تكون لستفنس باتريكس. احنا اتفاقنا ان كل عمود لستفنس باتريكس ان بيمسل لك شوية راكشوز نتيجة لوت زي معيان. يعني انا لو شيلت اي واحد وحطت مكانها دلتا تساو واحد هطلع اول عمود فين? لستفنس باتريكس. فلو جينا اتكلم هنا على البيم دي. عليها لستفنس باعتك. المفروض اطلع لك بالمنظر ده كان في كان. اربعة اربعة. ايدي الاربعة اربعة. ايدي الاربعة خط ايدي الاربعة ايدي 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 اي واحد بواحد. عن ال soldiers. عن ال اي عن ال بحلط بحلط بي. ستا اي اي عن ال اي تربية. يعطين انا لو حللت المسألة دي وحطتكي واحد بواحد هتليع لك شوية ترياكشن. عندين لو بحطيك يو تنين هي اللي بواحد الي هي الريكيشن وحليت برضو الطلاق دي. احنا قدنا كده كده سامتري. شانتلاقي ده أطلع لك زي ده بالزبط. بعدين ده يطلع لك اربعة اي اي من ال مقص ستا اي اي. عن ال ال يتربية واثنين اي اي. على الهاتف على الهاتف بدل ما خلت دول يو 3 هو اللي بواحد اجيب 2 العمود التالت يو 4 هو اللي بواحد اجيب العمود الرابع ففي الاخر هتلاقي ده تقريبا زيه بانترق دي باد المتريكس بعدين اللي هو حبارة عن فكسد 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 معناه ان انا حط لنا اثنين جيدا فريدام عندك واحده فرتيكال واحده طيب فده استفنس ماتريكس فعاية وبالتالي احنا كنا بنحل باستخدام الكمبيوتر ان انا براح حط كل ممبر هجيب له استفنس ماتريكس وبعدين نمشي بشريات الخطوات اللي احنا عملناه فرق اللي عايزين نبدأ بيه دلوقتي ستبقى مختلفة عن اللي شفناه قبل كده عن حد يتوقع ايه الفرق اللي اقولت لك بدل ستبقى بعد الفريم فريم اللي فوقه ده المتطلع ماتريكس كم في كم ستة افستات طب الاثنين اللي بدي جيزه فريده من ازامتوهم دول بصريب حسابناه قبل كده ايه ممبر اللي لولي من الاس서 صح يولقى قبل كده او حتى اللي ا S امت من اتنان حدا واحدة كان بتطلع ايه يعلق everybody ناقص ايها يعلق e على an hated يعني اعرف المرة entirely بنجي نتكلف ال figure بس ازوّللي ايه على an alto الاقص ايه على ال ونقص ايها فكرة بالفكر بس ان انا شغلت الاكسية انا مقدش حاجة عن الأمين بأن انا قلتfun مفتن الديمز بالاكسي الديفورميشن لاني نعطيش تود اكسي وبالتالي دي دي استخدش متريكس بتاعة المم بي اسمه فكسل فكسل خايا خلينا نستطيع ناخد مثال بسيط كده نستطيع نشوف ايه تاية في المم بشغال اول مسؤالة ده مسؤال بسيط قرص يعني ثلاثة عاديين نتفكر كده بنتنى مفتوضة عمل فيه دي هسألتين تلت باتيات غريب اتنين اي و اي و اتنين اي مسافات التلت ما ستة اربعة خمسة والاحمال اللي موجودة كلها هي عبارة عشرة و خمسة موجودة على المطلوب مننا ايه باستخدام اللي احنا قلناها لحد دلوقتي اللي هو الكمبيوتر مثل عايزينك ترسلنا لنجموع الدياجرام على المسألة دي عايزينك تجدنا شيء فورس دياجرام على المسألة دي طيب باستخدام الكمبيوتر مثل اول خطة كن لدي اعمالها ايه اهو حاجة هتعالوا ليني ايه ديجريز الفريدن اللي هنحل عندها طيب احنا لسه قلقين ان تلدين بس كل بنود المفروض يكون عندها حركة رأسية دوران تعال امسك واحدة واحدة اول حاجة لو مسألت الفكسيشن دي عندها حركة رأسية دوران عارفهم بكام؟ بصفات بصفات معنى كده ان انا مش محتاج احط مجايد هنا انا من معرفين امسك جوة الهنج ده برضو المفروض يكون عنده حركة رأسية ودوران بتاعرف حاجة منهم؟ دوران اعرف الدوران بل اعرف الحركة الرأسية الهنج اللي موجود سواء كان هنج او رولر هيندعلي حركة حركة رأسية وبالتالي مش محتاج احط مجهول كحركة رأسية لان انا عارف مو يطلع بزير يبقى اني محتاج اتحط هنا كمجهول يكون مين؟ الدوران بجيت اتحرك احنا هنحل دلوقتي انه في مجهول هنا اسمه واحدة دخلت على الهنج اللي بعديه نفس القصة بلاقي هنا في مجهول اسمه يوتنين طب عندي محتاجين 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 المسألة دي عنده كان مجهول اتنين عنا فيه واحد و اتنين وبالتالي عايزين يبتدي بقى نمشي بالطريقة بتاعة الكمبيوتر اول حاجه تعال اتعالي عايزين نكون الستيفنس متركس انا عاجز نمسك الستيفنس متركس بتاع كل مندر قبل ما بطينا اقوم بكده تعالي هرجع لديك انا الستيفنس متركس اللي انطلعينها دي الحالة العامة انه يكون فيه دجريب فريدون دير تكر و الاتر و انا عاجزين توتلك من انت زي ما قلت دلوقتي ان المسألة بتاعتك كان كل دير تكر ديبيزين فريدين معروفة انها بصفاور المحتاجين قيمة تاعتها. ده ما بلايه. شاهم ما يقول الكيه دي تضيره في مين؟ اليو. صح عليه. طب لو انا قلت لك دا يو واحد ده بصفر. يبقى كل العمود ده هتضيره في مين؟ في صفر. يو تانيها تا ده كان بصفر. فكل العمود ده هتضره في صفر. فدي هي هي لو جيت قلت لك اقتلّي يعني ما علاكش فيدي ده بكل صدر. وهؤل لان انت ممكن تكون كون 思 experthin ساعتها التي 4 4qiB انا ممكن اجيها hear 2x8 وهو قالت 2 rotation sau vertical rotation 2 ei 2 ei l 4 ei 5 فكل cette vertical يج subjected كل me اضربه في صفار فانا راك ما ناخد بس الترمات اللي انا ايه? اللي انا عايز اهو. انا كل اللي عملته اخدت الترمات بتاعت الاتنين اللي كانوا مع معهم. طيب اعتداد دول كبنت لك بهم دول كده دول كده في الاتنين روتاشن. كنتم مسلليانهم هنا يو تنين ويو اربعة. لين يقول لك دي 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 كانت مبين يو تنين ويو اربعة. اللي هم الاتنين روتاشن. طيب بلانا عنين. ما يقول لك هاتلي الممبر ده طيب اول سؤال الممبر اللي اولاي اتعالي. الاجابة معتمدة على الحاجة واحد. انت خط فيه ده 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 تحول لطيبه. طرح ان انت خاطط هنا تحصل لطيبه. طرح ان انت خاطط هنا. يبقى احنا محتاجين نحساب. هاي الممبر ده بنقول في الاول انه وبعد ايه نبتدي نشوف هو حصل في قد دي. طرح انت خطيت هنا يوقع احد. يبقى ده من هيطعم الكائب الممبر الان نقوم بتاع الممبر الاولاني ما الآن؟ كيف بتاع الممبر الاولاني؟ انا الدعم ثم نظر لقع了 2Ei وبطول بداية كان 6 4Ei bis 6 8Ei bis 6 それ前 TC انصل إلى الممبر 0 نحاس Cent 1 1 This works نحاس لقع الرعاق ثم نخطط الممبر أكبر هادي ممبر اثنين خاطر الدجير الفريدام في الاول و في الاخر يبدأ هيتعمل كإنه فكسد فكسد طيب قد اناسك الممبر ده ده اي وطوله كام اربعة يبدأ هيتزلالك هنا اربعة اي اي على الاربعة اثنين اي اي على الاربعة بتاعت الممبر ده الدجير الفريدام اللي فاوله في اخر مين هو مين يو واحد في بدايته و يو اثنين فين هيتزلالك يبدأ يو واحد و يو اثنين بالموظر هيتزلالك طيب الحاجة الثالثة كان عندك ممبر تالت في المسألة المرشية بتاعته اثنين وطوله كام خمسة يبدأ في الاخر هيتزلالك اثنين في الاربعة بثنانية اي اي بس على خمسة اربعة اي اي على خمسة والدجير الفريدام بتاعتنا هتكون مين يو واحد يو واحد و يو اثنين و يو اثنين بعد ما جدت دول الخطوة اللي بعد كده هقولك تعالى نعمل عشان عايز اكون بستاتنس ماتريكس اللي عرف احل بيها المسألة ده يو واحد و يو اثنين يو واحد و يو اثنين يو واحد اربعة اي اي على الاربعة ما معنى كده اللي انت لو عايز هنا اراك لو خلنا ال اي اي دي بره خالص يطلع من هنا ثمانية على ستة زائل واحد اللي اكت اربعة همين على الاربعة ثاني كده انا بقول اول嘟ر ما يبقى يو واحد مع نفسه فقل انت تعالى نمسك ده من هنا ده يو واحد مع فيو واحد لبقى انا عايز الطيبة دي ومن المنبر التانى يو واحد مع يو واحد ا doctor ال�� cô اللي اروت لها كيف حرجت الجماعة اللي اثنين دول اول صاد هذا هو انت ا время الان تحت دي رفع ده مع اين مع يو واحد في المنبر الاولاني اثنين مع يو واحد مصد المنبر التانى هي واحد defined the historic 1 for 24 2 x 4 2 x 4 2 x 4 1 x 2 وده اللي احنا قلناه ان دي لازم لستافلس ماتريكس بتاعتك تكون مسلس تمام؟ اخر حاجة يوت نم على نفسها وشان المنبر الاولاية مش فوجودة من المنبر التاني يوت نم على نفسها طرعت كام؟ واحد من هنا يوت نم على نفسها طرعت كام؟ 8 على الخمسة لان هنا ارداء يقولنا دي كده اربعة على اربعة زائد 8 على الخمسة من هنا جبت القيمة لستافلس ماتريكس بتاعت المسألة عشان احل system of equation محتاج اجيب right hand side او بممبر والبي جوينت في حاجتين احنا قلناه قبل كده كنت بتحالي system كان بيساوي ال K ال U زائد بي جوينت بي جوينت قيمة الرياكشن اللي موجودة عند الدجريز وفريدم اللي انت خطتها بس نتيجة على الممبر نفسه الممبر لود بمساكت الممبر الاولاد بي لود على الممبر ده يبقى ال Bممبر هنا في كام بزي فهنا كان فيه اي لود في الممبر ده هنا في لود في الممبر ده معنى كده ان ال Bممبر في الممبر دي كام بزي هنشوف كمان شوية مسألة تانية طيب عايز اجيب بقى حاجة ثم عايز اجيب ال Bجوينت عند U واحد U اتنين طرح جيين عند U واحد 10 معانها والعكس معانها هي نشاطه يبقى دي زال العسرة موجودة هنا عند U اتنين ناقص 5 كده انتكوينت كل حاجة في اللي مفروض تحلها طبعا انا كده مفروض اروح احل ل شكلها ايه شكلها دلات القدل K اللي احنا لسه خصبين اخو مضروبة U واحد و اتنين زائد المفروض ايه سفار بتاعتك جيين ممبر هنك ما تكتبهاش لساوي العشرة وناقص 5 ضلوا معدتين في كام مجهول في مجهولين تنساش ان كل الستفنس دي بتنقلها مضروبة برا 2 EI ما تيجي الدخل واندخل معدتين عادي خالص الرقم اللي اطلع لك هنقسمه على مين علي ايه فيتلع لي عسل U واحد برقم علي ايه U اتنين برقم علي علي ايه هوا كان مطلوب ايه في المسألة ممتلك في مسألة زيدي احنا كده يعتبر حلينا المسألة باستخدام ناصح حاجة واحدة ازاي جيب انترنال خورسة سواء عايز تجيب مومنت سواء عايز تجيب شيء اللي جاي ده فنتسميه بباستل بروسسن انت حليه خباص انت وردي جيبت اليوهات اي حاجة انت عايز افعل كده تيك انت دلوقتي بتقول انا عايز امسل كل ممبر مفروض الممبر ده كان فيه وقت البداية ونهاية انا مهتم دلوقتي ان انا عايز اعرف قيم المومنتات اللي موجودة انا عايز اعرف المومنت اللي موجود هنا بكام والمومنت اللي موجود هنا بكام والذي يكن انا هسمي ده انا هسمي ده اف واحد وده اف اتنين وما يطلعه مومنت بس ده ارمز مش اكتر من كده حاجة التانية هو انا ليه الترطون بالمنظر ده ليه الترطون بالمنظر ده انا ده الاتجاه الموجود بتاعك احنا فرضين الروتنشن هنا كلوك ولا كاونتر 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 فده المامبر العام هنشوف بقى كل مامبر هيددئك ايه طب لو انا عايز اجيب في المامبر الاولاني همسك مسلا المامبر المامبر واحد هقولك ان اهتنين بطول هايساوي ايه بقى مش انت معاك الكاونتر المامبر الاولاني اه كنا جايبينها اول حاجة الخطاز ايه ايه وديكت موجودة تمانية على ستة اربعة على ستة أربعة على ستة هذا يعني ست نتنيبتين بتاعتك نتنيبتين بتاعتها لين لين دريدون عرف ملاد دريدون زيلو واحد دي مش حللها المفروض في مسألة زي دي بعدما تحله ونطلع اي واحد لان اي واحد اي واحد اي واحد تسع على اي اي ويو اثنين بلاقص وين بايتناية ستة على اي 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 فضروي قلتين بتاعك بعدما تحلهم ارح جاي هنا انا دلوقتي طلعت التقيمي 100 و 1 با 4 و 9 على ال-ER المفروض زائل هنا مين؟ ال-B-Member هل في الممبر الاولاني ده كان عندنا اي B-Member في المسالة؟ لا فدول دلوقتي بس صفاف لكن ممكن في مسالة ثانية بقى يونك تير حيوساوي قنتيني تحط هنا دول ده مين؟ ضخيمة الممتل في اول وفي اخر فأنا حسابتي في الممبر الاولاني ده مثلا طلق اللي ده تلاتة ستة وعشرين. وطلق اللي التاني ستة. وانت خمسة تلاتة تلاتة. اللي اتنين اشارتهم بفاصل بلا ماجتب. بفاصل. معنى كده اللي انا رو بيضي تحطيتهم هل تحطوا بالنظر ده. يعني ده كده انا ممكن اشيله. وخطوا طريبا اللي موجودة تلاتة. وانت اتنين ستة. بفوق. وبعدين ده بفاصل يبدل السهم من تحت. وطيلة طلع على مسألة ستة. طب هنوصل معينهم ازاي? بخطة ولا بحراب ولا ولا ايه بالضبط. انا اعتمد على مين? على اللود اللي موجود. هل المنبر كان فيه اي لود? فالمفروض او حايا استكمل. انا هليجي بروح على مين ايه? خط مستقيم. ده ده المنبر واحدة. انا بس اجيب التالي والتالي في الاخر نفس دياجرام كامير على مين? على المسألة. بعد كده لو عايز اجيب المنبر من ده اتنين. ايه اللي اختلف? اول حاجة واحد واثنين بتوء المنبر التاني. هيساوي. الكتع اتنين. بتاعك المنبر اتنين. ادي الاي اي بتاعتنا بابا انها الكارسة. الاخر تطلع واحد. مص. مص واحد. بتضرفي وهات شكلها ايه بقى? ايه واحد واثنين. المراضي بقى هنا بقى ايه واحد واثنين. مش قريدي حسدناهم الاثنين. اللي انا على طول رح بيها حضر قيامهم. اربعة و تسعة. على الاي اي اي. المقص اتنين. الان اي 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 اي. كان فيه بي ممبر? اذا المفروض هلا يبقى زائل سفار وشوف الرقم باية لامة ايه. ده كان في الاخر. اتخلينا اكتب بس دي عشان نتشاك حاجة. المفروض الاقي بقيمة دي طلعت تلاتة. اربعة سبع. بعدين مقص. وهيتقور. وان. قبل ما سيب الجزاية دي اتعاني سانها ونتشاك شوية حاجات. هو انا لو جيته اترك المنبر ده لو عايز احطه. المفروض شاك رو عاني كده. المفروض ده. المفروض يطلع كله كويزي انا هطلع على فوق. فرح تطلعك هنا. ثري. نزبط ادر. طيب. بعد كده ده. المفروض يطلع كله كويزي انا هطلع على فوق. قبل ما راعد لو اتواصل التواصيل مخبوش ازمة خالص. انا عايز اتشاك حاجة. هي مش بداية المنبر ده. هي نهاية المنبر ده. ايه. فالمفروض من الاتزان اللي يحصل. انو اللي اتنين لو ما فيش الاتنين يطلع نفس القيمة عشان يطلع وحصلتهم بصف. اللي انا شايف هو انو ده طلع لك تنين من ستة افوينت خمسة تلاتة. وده طلع لك كام? تلاتة افوينت اربعة سبع. طيب الفرق ما بينهم. القيمة اللي هيكت موجودة عشرة. طب لو كانت المسألة ما فيهاش ده. كان لازم اثنين دور يطلعوا ايه? القيمة دي. والقيمة اللي موجودة هنا لازم دور يطلعوا زي بعض بالزبط لان ده اكوليبريا. فمن ضمن الحاجات اللي هتبقى شغال وانت عارف هو ايه دي بيطلع لك صحة وغلط ان لازم يكون المنبر بتاعي تكون فيه تغاني. فكانت نهاية المنبر الاولائي كان بداية التانية. فالمفروض دور يتزم. طب ايه اللي خلاهم في مسألة اللي يطلعوا? اوزها بعض. لان اصلا كان فيه في المسألة ما انت قيمته كان? عشرة. طب ده كان ستة ونص تقريبا تحت. وده تقريبا طبع تلاتة ونص فوق. اه دراب ده اللي هو مين? اللي هو قيمة العشرة. فدور محصيتهم بتوتل هتطلع الصفر. نفس اللي عملنا ده هنعيده كمان مرة فان. بالممبر بلا ثلاثة. لديه اي اي افتو واحد. او اثنين بتوعه. هيساوي الكامل بتاأد اما كنت صبعينها اي 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 بره. بعدين ثمانية على خمسة. اربعة على خمسة. فايا باليهاته ستضل في نفس الامين. انا كلها كان لديه او اتنين وزيني. يبقى انا جلت في القيام بتاعتي اخطي او اتنين كان برقص اتنين. اماني يا سبط على اي اي. وده كان بصد. لائد بي منبور البرد السل هنا ستطلع لك من هنا قيمة عدة طلعت ده في الاخر مقصة اربعة فاينت خمسة تسعة وبعدين مقصة اتنين امانية عشر برض السل محتاجة تشيك على مين؟ الوقيمة تاعت النهاية اللي كانت هده مع ده المفروض دول كان يطلعوا تسويه الا لو كان كان المفروض فيكن مقصة خمسة يبقى الاثنين دول مجموعه النازل يطلع لك مني فاينت نفس الدي يعاد comet كلا باب ده الركض فاينت مكتاب توليش ناسيه ده الركض فاينت ماني يباك لك الانسيه با كنتر يباك لك يا انا دير السام التاسفين تحت فاينتع تاعتك هذا الركض واجب مقصة اتنين فاينت مواجد لا اثنين فاينتين تلانية ورابعة فاينت خمسة تسعة بوساط اللي هو هم بالشكل اللي قدامك بسك ده كان لفوق كان point 41 الشكل اللي قدامك فده كان فوق point 41 ده كان تحت point cam 4.5 تسك لما امعت اللي اثنين دول هتلاقي دي القيمة بتاع الدرب اللي هي بيه اللي هي الخاس لو انت باع عايز تلسل بين اليمام الده يا جرامل عن المسألة كلها هنرجع اصلاً المسألة كلها كان شكلها عني كده ومش انت دلوقتي عاليبت الخيم بتاع المومنتات في كل حتة وعلى هم تحطوهم بهم هم هم لو كنتش ما احنا هم تلسل دول احنا بس فتبروهم لكيه اللي هيحصل فكل اللي هيحصل ايه القيمة هنا كانت كان 3 point 26 المقيمة اللي هنا عندك هنا القيمة واحدة المقيمة 3 point 2 طيب فارح جايدة في النهاية هنا كان في البحث 6 point 53 وصلت لابنهم عشان ما كانش تين اوت في اول باكة خالص بعد كده في البداية المنبر التاني كان فيه فوق 3 point 47 كان فيه في النهاية 5 point 5 point فبليه وصلت لبخط المصطقين برضو مجيش نوت خالص المنبر التالت كان فيه فنهاية تحت 4 point 5 9 وكان فيه فنهاية وحنا فوق 2 point 2 ووصلت برضو ستبخط المصطقين المقدمج ده شكل بنيج موم الداجرام نتيجة المسألة ومتيجة الاحمال اللي موجودة في المسألة اللي اقدارك فده كده بنيج موم الداجرام احنا جبناه عن طريق المسألة اللي احنا عملناها تاني باختصار كل حل المسألة بمجرد ما جبت دول اي حاجة تانية انت عايزة هنعرف نجبها طيب انا جبت الموم الداجرام حد يعرف يقول اجيب ازاي عشان نارسة بتشير كورس الداجرام الزبس انتو خدنا بقى كلام ده او امنا في الجزئية بتاعت الموم الداجرام فوارع بقريبت الاثنين مومنت اللي موجودين انت معرفش اجيب لك منو فانا من الابتزال عادي خلصت انا شوف ده مومنت قد ايه وده قد ايه وينففهم عبعض او العكس سمم عن الاسفان اقوله الرياكشن اجيب الرياكشن في كل مكان وابتدار سنبين الشي فورس الداجرامي وهو الموضوع كله اي على حاجة واحدة انك تعرف تكون بتاعت المسألة تعرف تكون من البي جاينت والبي ممبر بتاعت المسألة هو منهم احل جبت اليوهات اللي جايب بعد كده هو مجرد تعويق لانك قبل كده حسبت الكيب لعد كل ممبر وحسب اليوهات يبقى انت لسه مجرد بتضرب داب ده طب الكلام ده هتعمله على الاس ازاي وانت بتقول ده بزيجه يبقى معنى كده من كل ده هتدرك في كام ايه معادنة الاولى صفت في عمو صفت انا لا فهيطلع تمالي على ستة بصفت بعدين ارباع على ستة ترفع قوينت راين بعدين زائد السوف وبيساور الرقم ده هتا هطلع بالرقم ده طبعا كان الاب زيجه معنى كان انت مش محتاج دول لانه هم تالاخر ادروا فيه تصفت فانت هتدرب ارباع على ستة وفربعة وتسعة زائد الزيلو فهيطلع رقم ده بعدين هنا تمانية على ستة وفربعة وتسعة زائد الزيلو طلع لك الرقم ده انا بيت هنا وقصر ازايا عايز اجيبها اوه طينا هنا وده انا هضرب الواحد لين فاربعة وتسعة زائد مصف فناقص اتنين فان تمانية ست زائد مين زين المفروض يتطارك الرقم ده. بعدين يجيب الوعادة التانية نص فاربعة وتسعة زائد واحد فناقص اتنين فان تمانية ستة زائد ست لتطارك الرقم ده. فالطويل ده انت اللي هتعمله. طيب لسه عشان تبعارف وانت هتحسب الكلام ده ازاي. حد الوقت كده في مشكلة. خلينا برضو ببتدن نشوف مسائل تانية وليمشي دي عفضة طبعا. مساء اللي قول دارك اربع سفورتات بس كلهم هنج. اربع سفورتات كلهم عبارة عن هنج السفورت. عندك الباكتين اللي قولة في الاخريزة كل واحدة اتنين طلر كل متر طلعة ستة. عندك اللي في النص عباكو بالنص وفينتو عشرة. والنسبان بتاع الثمانية متر اربعة واربعة. نطلوب مننا بنفس اللي عملناه. نبتدي نفكر ان احنا ازاي اعرف اجيب او المجهير في صورة وبعدين اعرف نكمل. السؤال الاولاني كده. احنا عندنا كده يعني اما مساكت اول حاجة دي. دي بتتحرك راسي. لأ المفروض اول حاجة كده بالنسبة لي داخدان الحاجة القطار مقاضية. الان neces ist Twin, فان ارonne نتو افد او المفروض اعندي اربة هنج سنج wynجات مبهدين. والان embracular انجات وان نعم مع صورة التروتاشن. الحل اللي احنا كتبينه ده مصبوح. بس يطلع لنا كده معادلة كان مجهور. اربعة. فهمش اي حاجة خالص. يعني هون ما فهمش اللي هيعمل كده ما فهمهوش مشكلة او مش هطلع حاجة غضب. هجيب لستافنس بتاعي ده. السؤال بس اللي انا عايش اكمله في الجزاية دي. او انا وجدت لو جبت لستافنس لتعلمبر الاولاني. اجيب لستافنس على انها هنجت هنجت ولا هنجت فاكست ولا فاكست فاكست. تاني كده. خلينا نناقش الحل ده. مبدأة المسألة دي احنا محللت دلوقتي تريبا اربع حلوة. والاربعة المخلوطة لها نفس الحال. فخلينا نعرف بس هو ايه الفرق عشان انت ما دي جي تختار حاجة تبعان انت بتختار عليه. مسألة اللي قدامك ده ابسط حاجة انتو فكرتوا فيها. انا هجي عند كل هنج وحط فعنا نلتلك كده فعلا طلعت اربع مجهية. السؤال انا مجحل عايز اجيب بالسكفنس ماتريكس. فانا وجيت اجيب بالسكفنس ماتريكس معت الممبر الاولاني اجيبه هنجت ولا هنجت فاكست ولا فاكست فاكست. انا بتكلم عن الاولاني. انتو بتقوله هنجت فاكست. طب خلينا ارجح لانا اغصف المسألة اللي فاتت. هو انا اللي خلاني اتعملت مع الممبر اللي جوه ده علينا فاكست فاكست. انك حطيته كيضان يتعمل على انه. فطبا ما حطيت عند كل النقط دي. انو انفصولة يبقى كل الممبرز هتتعامل على انها فتاني كده عايز تحط تربع الممبرز. معنديش مشكلة. مسا كل الممبرز بتاعتك هتعملها على انها فكست فكست. يعني انا انا عايزي جيب الكيب بتاعت الممبر الاولاني. خلاص احنا شكناها بقى موجودة عندك. لها نفس الـ اي ونفس الـ اي. فقدم الـ اي براه. اربعة على القل يعني اربعة على ستة اثنين على ستة اثنين على ستة اثنين على ستة اربعة على ستة طب وليوهات بتاعك التطفن اللي انت كذبه مين ومين المنبر الاولين يو واحد بل يو واحد ويو اثنين مصبوط ولا لأ طب بعد كده لو عايزين نجيب السابنس بعد المنبر الثاني ده يتعامل على اين له فكسل فكسل بسطوره كان ثمانية ادل اي اي بل يو واحد ولهreens تطفن يعقى ان رادي كدال اتنين على ستة اتنين على ستة مكن ن distinguished بل يو ادل رادي اسنين ا Six مزبوط ولا لا كده خلصنا المفروض الممبرز التاعكم الخطوة اللي جاي عايزين نعمل اسمبلي وطلع الستفنس متريكس بتاعت تطلع كام في كام اربعة اخ اربعة تمام هطلع الستفنس متريكس دي كده اربعة اخ اربعة لان انا عندي اربعة النوز موجودين اللي انت لسه قال عليهم ان هما يو واحد و اثنين و اثنين و اربعة الشكل ده ونبتدي نقول ال اي اي برا ان هى هنا temat في المسألة كلها كل ده يو واحد ايها ليوا واحد مش موجودة فى النوز اولانى بس يعني كان 1 معيو اثنين اثنين معيو تثنين معيو و اتطلع كام؟ انا بيو واحد معيو اربعة زينو منطر شاحنا لسه يليين المترك سيمتريك قبل اغامت ان افتسر الكلام ده قلدي باتنين على ستة وزينو 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 هلا ايه الحتة دي؟ يو اتنين مع نفسها جيبها الانين هاي يو اتنين اهيه مشتركة ما بين قالي 2 مامبرز واحد و اتنين انا رح تجيت هلا يو اتنين مع نفسها تديك هنا كم؟ اربعة على ستة طب انا رح تجيت قلت ده اربعة على ستة زائد اربعة على ثمانية طب يو اتنين معيو تلاتة اهي الو تلاتة معيو اتنين يودركة اتنين على ثمانية مش موجودة تانة طب يو اتنين معيو اربعة مش موجود فدا زين برضو زن متونا بالمتاع ده اتنين على ثمانية وزين, الاخد حاجة ويو ثناثة مع قوسها ابتسم ensuite التالى والثانية اهي اربعة للامنية اهي اربعة على ستة بعد اربعة على ستة زائد اربعة على ثمانية. طب او ثلاثة مع او اربعة. اخر مدر كام? اثنين على ستة. اخر حاجة او اربعة مع نفسها كام? اربعة على ستة. المتريكس اللي كونتها دي اربعة في اربعة بتمسلك تبقى للحل بتاعك. زينا كونت الكي عايز اكون مين ومين? بي جاينت و بي مدر. الصلاة الاول حاجة كده. هل في بي جاينت عند الاربعة تحضطهم كلهم لا. فمعنى كان البي جاينت في مسألة زي دي كان? نزيل. تعالى بقى نشوف البي ممبر دا يتجاب ازاي? انت لسه اقيل اربعة معنى كده ان كل الممبر زيها تتعالى على انها فتعالى نمسك كل واحد منهم. الممبر الاولاني اهو. عليه اتنين طب من كل ممبر التاني. عليه في النص وخمته كام? عشرة والممبر التاني كان شبه الاولاني. عليه اتنين طنر كل متر. ومعنى القطار. فكريم بقى الفيكسل الان ممس. انها بل كده هاي هاي. فده كان دابيوت فكان بيطلع دابيوت كلها كان. على اتناشر. على اتناشر. يبقى اتنين في السلطة تربيع على اتناشر. تلعة ستة. مزبوط ولا لأ? طيب. انا جلبها كده هقولك تعالى على جلب. ونكتب البي ممبر بتاعت الممبر الاولاية دي. عيش تلطين. دي موجب ستة ونهاء الستة. موجب سالب. موجب سالب. موجب سالب. موجب لانها كاونتر. تب ودي? سالب. تب دون موجودين الممبر الاولاني. الجوهات بتاعته كده. كده واحد يو اتنين. اهو عشان الماتين يتجنع على تطلع ماتشة في حالك. 積utا. ايضا. درد اخل هنا. الا كان الفيكست متخدم دفيه. ندفل ما المادي%. ذات موجب. موجب سالب. فى يو شيء. ودعم تكن على آيفر. عشرة تمانية. على الثانية الديتا الكام؟ T марسر 10. برضو البي ممبر اللي هنا يتلاع على الواحر 10. ن balancing 10.fig crack 10. لكني ان fois الهاء وهو 33. اهو 3. تاهز. ناقص 6. والان الكرام이었ه بكب 20 احد Slack ماه كم value? فاكتور. اربعة في واحد. فهنا دلوقتي عايزت تعمل لأسمبل البي منبر. واطلع علي بي منبر. عندي ايو واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. قيمة البي منبر عندي ايو واحد تاني يبقى لستة. طب البي منبر عندي ايو اتنين. من هنا ناقص ستة. ومن هنا عشرة. يبقى معنى كده اللي دي ناقص ستة زائد مين. ايو اتطلع لك اربعة. طب عندي ايو تلاتة. ناقص عشرة وكان. وستة. يبقى دي ناقص عشرة زائد ستة. طب واخر حاجة عندي ايو اربعة. ناقص ستة. السؤال بقى دلوقتي. لو انا بديك اربعة. فاربعة لها الكي. ما نضلوها فاربعة لديه يو واحد يو اتنين يو اتنين يو اتلاتة يو اربعة. زائد بي منبر ليهم باليوز ولا لأ. موجودين بيسوي قيم. بتساوي البي جونت اللي احنا نتفاعل مع قيم. بزين. تعرف تحل المسألة دي ويجيب للأربعة قيم. مفروض يعرف ويتحل. بس انا مش هتحل لك الكلام ده. فانت رحلت المسألة دي طبقا للموضوع ده. لو قاعد في البيت هتفتع تدخل له دي. وتدخل له الفاكتور وهو يجيب لك ويحل لك ولا اي حاجة. لكن غالباً لو الكاليكليتور بتاعتنا هتلاقي ان الاربعة بعد دي مش هتحل تاني فيها ايه? مش هتحل فيها حاجة. الحل ده هل معنا انه غلط? لا مش غلط خالص هو صح بس ماله كبير شوية. في مشكلة لحد هنا. خلص هتحل دول بحل الكيب زائد بي ممبر يساوي بي جوينت هتطلع للموضوع وبالتالي لو عايز تجيب المومنتات هتعمل ايه? الكيب بتاع الممبر الاولاني في اليوب بتاعت الممبر الاولاني هاي واحد يوتنين زائد بي ممبر بتاعته نكمل حلها. هنعمل الكلام ده بس كدني بس نكمل في شهر حاجات تانية. ده حل. وخلاص انت لو عايز نكمله هتكمله. اللي انا هقوله دلوقتي ده حل تاني خالص. انا عايز اقوله دلوقتي ده حل تاني. ده هينفع وده هينفع. ستنا نشوف طيب. اول حاجة هو انا خدت اربعة زي لان فعلا كانوا اربعة مجهية. بس احنا بنحط عشان اعرف اجيب قيم المومنتات اللي موجودة وبالتالي عارف حل. لكن مسألة. في اي من دول تعرف عندها في الاول وفي الاخر. هل المومنت اللي بزيره? المومنت اللي بزيره. معنى كده لنا ما عرفتش بس انا عارف المومنت. طب ما احنا كنا نقول ده انا بأفر. علشان خاطر اجيب مومنت. نبدأ ان اعرف المومنت. هل محتاج تعرف الدوران قد ايه? معناه انت مش مهتم بيه. انت مش مهتم بمعرفة قيم الدوران عند الاول وفي الاخر. وبالتالي اناك لو خفناهم من الحل. فيه فرق ما بيني ان انا اخفيهم من الحل وده اللي هسميه او ما بيني ما انا صفارهم. هل هم بصفار? لا. انا كل اللي اعمله انا مش مهتم بيه. اعرف الزبط الكلمة دي معناها ايه باللي كنا متعلمينه قبل كده في العديد اللي في سنوية عامة. اما كل اللي اديكم عادتين في المبولانك. بتاع ده اقول لك ده اكس زي دواي تسوي خمسة. بعدين اتنين اكس زي دواي تسوي ستة. كنا من الحل ده ازاي? كنا بنقول نعمل ايه? ايه راك لو جدت واحدة اطلالت التانية صح او ده لأ? كنت بتيجي تقول لي ده اكس بتسوي خمسة مقاس مين? ناس مواي. وراح جايه في المعادلة التانية شايل مين? فبالتانية بقى اثنين في خمسة مقاس واي بزايد واي تسوي ستة. السؤال بقى المعادلة دي. هل فيها اكس? هل ال اكس بزيرو? اللي انت عملته ده اسمه كوندنسيشن. ان خط تأثير الاكس موجودة في الاكوشنز بس احطتها في اكوشن تانية وخافيت مين خالص? خافيت الاكس. ده اللي انا عايز اعمله. ده اللي انا عايز اعمله دل ده اللي انا عايز اتعامل مع هنجد مثلا. وبالتالي انا بقى اقول انه مهتم بيكي ان فيه هنا اه فعلا. وروتيشن هنا. بس انا مش مهتم بيكي. يعني في الاخر عايز اكفيها من الحالة خاصة. اللي هيتعامل يمكن بس عشان الوقت هقول لك الكوندنسيشن ده بيتعامل زي بالتفصيل لو الحالة النهاردة ما نحنناشي بالمرة اللي جاية. بس في الاخر خالص احنا كلنا هنعمله ايه? لو ما تنسيديكم ان انطلعان عن ديو اتنين ويو اربعة اللي هم كانت كفكسد فكسد. لو انا عايز اتعامل معهم كفكسد هنجد. مش احنا بيهم عايزين نخفي ده خاص. ما تلاقي انت نستفنش مهتم بيهم قد عطلك. بالشكلة. تلاتة اي اي على الالف. زيرو زيرو زيرو. ده بساطة خاص. اقول لك دي جات مانين. مش دول معادلتين في مجبولين. واحنا عايزين نخفي ايو اربعة. بصي كده. مش دكت يو اتنين. وده ايو اربعة. انا عايز اخفي دول معادلتين في مجبولين. اخوامش اي حاجة. انا عايز اخفي ايو اربعة. احنا عايز اقول لك ان انت لو عايز تعتمد على معلومة ان انا عارف قيمة في الاول وفي الاخر. من تلك انا مش منتمل اللي في الاول وفي الاخر. يبقى ساعدها لتعامل مع الممبر ده او ده. على انه هنجد ولا فكسد? شان تولد للمومة تزيرو. يبقى انا عايز اعلم على انه اين? على انه هنجد. يبقى اول مندر بتاعك وتبقى فكسد فكسد. وانه هنجد فكسد. فالحل التاني انا ممكن اقول لا انا هعمل فكسد. دي نفس المسألة بزدر اهي. انتسلمة هعمله وانا بحفرد هاجي عندلي هقول مش حفرد هقول لا انا عايز احل هدا يو واحد وهدا يو اثنين طب والاورانية والاخلية مش حفرد عندهم ليه عشان انا عارف ان المومنت عندهم بصفر وبالتالي هتعالن معها المرة دي على انها هنج او انا فكسد هنج انا مخططش هنا انا اعتبرت الى دي هنج بالتالي عندها المومنت الممبر الاولاني الممبر الثاني الممبر الثالث الممبر الثالث ونبدأ نحل المسألة دي فتو اعنوانز بس طب خلينا نشوف اين اللي هنجت امتلك تعال نجيب الممبر الاولاني هاخد اري واحدة او او افكسد هنجت طيب القيبة التالاتة دي طلع عند الفيكسد او طلع عند الهنجت عند الفيكسد طب الممبر الاولاني ايه اللي خاص فيه مقلوم يبقى المفروض اكتل الماتريكس دي هنا ازاي زيرو 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 وهنا كامل تلاتة اي او اعلى على ال 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 اللي كانت بستة واحنا اتبقى لان ال اي اي بار واليو هات هنا تبقى مين اليو في الاول كأنها زيرو مع رفاش او مش مهتم بيها وهي مين يو واحد بس تمام طيب لو عايز اجيب الكيف طلعت الممبر التاني تجاب ازاي الممبر التاني هنفتلاف هنا على الممبر التاني ادي ال اي بس الماتريكس بتاعتك دي تطلع اربعة على تمانية اتنين على تمانية واربعة على تمانية واليو هات بتاعتني هنا تبقى يو واحد وهده بيه يو اتنين هباخر حاجة الممبر من ثلاثة. ده بقى شكله ايه? ده يبقى شكله ايه? ده فاعله على الناحية شمال. يبقى ده المفروض يبقى. تلاتة على. ستة. وصفر 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 وصفر. وده اليوهاب بتاعتي في اتنين ومين. وانزين. دلوقتي بقى لأنا قلت لك عايزين نعمل دول وطلع لك الكيد توتل. ما عايز نطلع الاثين. الله عايزيني دي تطلع كم يا لك ده. وتطلع كم يا لك اطلع التين في اتنين. ببين يو واحد وما بين يو اتنين. اواصل بنا هعمل كده. وانا بردنا هطلع دي الاي برد خاصة. عشان ده وقت نجمع ارقامه. يو واحد مع نفسها من فوق بكام? بتلاتة على ستة. طب وهنا اربعة على تمانية. يبقى تلاتة على ستة زائد اربعة على تمانية. طب يو واحد مع يو اتنين. ما فيش هنا تطلع كام? اتنين على تمانية. وبالتالي يبقى لي اتنين على تمانية. اخر حاجة ايو اتنين مع نفسها. من هنا اربعة على تمانية. ومن هنا ثلاثة على ستة. ابقى دي المتلكس بتاعتك طلعت اتنين في اتنين بدل ما كنت عايز اخده. اربعة في اربعة. تبدأ دي الكيل. زي انا جبت الكيل مفروض او راح اجيب مين? البي مانبر. السؤال دلوقتي. البي مانبر الماجهة جملة هنا. هو تعامل مع المانبرز اللي موجودة عندك. او المانبر يتعامل فيكسد فيكسد? او هنجد فيكسد? فيكسد فيكسد فيكسد. الناس بقى احنا يسألين. ده بقى هنجد فعلا. وفيكسد. وعليد بالشكل ده اتنين طن من كل ده. طرح تديني فيكسد. كات كان? واحد ونص. كات واحد ونص ده بيقول لسكولد على مين? على الاتناشفج. احنا فلنطلعين هنا كاتسنتر. لو ضربت يب واحد ونص يديك هنا كان. تسعة. وهنا. زيرو ده هنج. طب يبقى معنا كان بتاعت المانبر الاولاني يساوي صف ونين? ونص تسعة. يعني ذاك توكو عايز. تصبوط. طب المانبر التاني يتعامل كاين مين? فاكسد فاكسد. ده ما اختلفش في حاجة خالص. اهو. وكان عليه لوت في النص. كات كان عشرة. وده ما اختلفش عن اللي هناك. يبقى يديك هنا عشرة وهنا عشرة. معنا كده ان بي مانبر بيساوي. عشرة ونص عشرة عند يو واحد ويو كام. ويو اثنين. منبر التالت يشتغل كأنه فاكسد اي. فانجل. على النفس الدستريبولي الدلوود في الديني هناك تسعة. في الاخر كأن بيول بي مانبر في طرع تسعة ومين. وزيرو عند يو اثنين وصفر. لو عملنا السنبل عشان اجيب البي مانبر يطلع كام في كام؟ يطلع فيه كام في قيمة. وانتين عند يو واحد ويو اثنين. عند يو واحد هناكام. ناقص تسعة. ويو واحد هناكام. مواقص تسعة زائد عشرة. وبيو اثنين مواقص عشرة زائد تسعة. يعني كأنه ده اطلع لك واحد ومواقص واحد. دلوقتي بقى معي معادلتين في مجهورين. بدل مكانه اربعة فاربعة. السؤال دلوقتي هنا الاربعة فاربعة دول كان هيتطلعونك اربعة النومز. يو واحد ويو اثنين وتلاتة واربعة. هيدا دول هيتطلعونك اين تو النومز؟ يو اثنين اثنين وتلاتة. نازم القيم اللي هيتطلع هنا هيا هيا نفسها هنا. بس الفرق انك حسبت قيم هنا زيادة انا كنت ممكن ما احتاجهاش. عشان كيقول لك ده مش غلط خالص. بس طويل شوية. طيب فاري اوقص. اول جزئة بالنسبة لي انا كونت ده. وكونت البي ممبر هرحل الاتنين دول. ومجرد محل ان الكاكد يو ممبر. زيادة البي ممبر. ويساوي البي شاينت هطلع يو واحد ويو اثنين. طبعا انا بعد ما اجيب الاتنين دول. كنت بجيب ازاي المومنت اللي موجود في كل ممبر. في اليو هاب بتاعتك زيادة البي ممبر. صح او لا لا? نكملها على ده او لا ده? قدنا نكمل على الحل السهل شوية. فانت لو حليت بالمنظر بتاع المجولين دول هيتلع لكيو واحد ويو اثنين ناقش ارباع على خلائدة. وهنا ارباع على خلائدة. كمام? فدور الحلين اللي احنا طلعناهم. فقليني بقى في الحل ده. بعد ما طلعت اليو هات بتاعتيو واحد وي اثنين. انا عايز اجيب الفورس المومنت اللي موجود في الممبر الاولاني. تاني. عايز دلوقتي اجيب المومنت اللي موجود في الممبر الاولاني. ولانا على اللي احنا قمناه. فده بيسوي الكيب باعت الممبر الاول. يبقى الفورس في الممبر. الممرة واحد. برضو فيه مومنت في الاول اسمه اف واحد ومومنت اسمه اف اثنين. بيسوي يبقى الكيب باعت الممبر الاولاني فين. انا بدلوها في اثنين اتناقش فعلي حل. في ده. يبقى ده عايز اكيدة. فده بتساوي ال اي في ال اي. مين? مصفار وهنا كان كام? تلاتة على ستة. تضرب في اوهات بتساوي كام? اللي في الاول خلاص قلنا زيل عشان مش مهتمل دي. التاني ما بكام? يطلعناها اربعة على تلاتة اي اي. طيب زائد فيه ممبر ولا مصفار? اه 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 كان زيل وكان وماقص تاسم. بعده زيل وماقص تاسم. بس هحل ده. وطلع قلطين للمومنتات الموجودة هنا. لو حليت دي للمنبر الاولاني. هتلاقيها صف ونقص تسعة. معنى كده ان انا رجب حبيت ارسل ده. المومنت هنا الهنج ده. طلع فعلا بكام? بسي. وهنا بنقص تسعة قوين ستة سبع. يبقى اي 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 ا و 4 على 3 اي عاد فبزاء الدي مندر كان بيساوي كام عشرة و ناقص عشر مطلع دول المفروض من قبل بحسبهم في خينة من وان تطلع بتساوي مين اول خينة وان تطلع بتساوي اول خينة وان تطلع بتساوي اتساوي 267 دب ليه بقول دلوقتي لازم تطلع اهي اهي اكتبكيش مصنرية المومنت هيا لا فلازم تطلع اهي اهي فده اول حاجة هتبقى بتعملها وانت بتشك هتلاقي اتساوي 267 ستة سمع بقول ستة سمع فعلا نشوف فين اي ما حصلت دي حمسك الممبر التالي اهو الخلمة دي فاستة ولا ناجتب فاستة يعني دل السامة هو الى داخل او هنا كان دل السامة فيه بل الاتنين فعلا كانوا ايه كانوا انتزلين مابا فعلا هين دي كتناء استساوي ستة سمع يعني بالشكل ده بقى اخر حاجة لنسبارك ممبر كيانة ممبر ثلاثة اف واحد اف اثنين ممبر ثلاثة اف اثنين ممبر ثلاثة كتبقان كتبقان هنا بصوا زيرو 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 ثلاثة على ستة وبعدين سفور تنظر فعلا يوهات بطينا بتاع كتنين كتربعة على ثلاثة اي اي وبعدين زيرو طب البي ممبر بتاعك ان كان كان تسعة وصفر قالي تسعة وصفر روح تبطالك ده تسعة وين ستة سبعة وهنا زي كان انك مساكل ممبر ده فالاخر كان بصفر وهنا بقصدر فداد الاسلام يفهم فوق زي ده بالظبط المكان دير سعى مكوك وبالتالي عايز ارسم عليها للبني موامل ده بتقدي بقى تخط اللحنة تسعة وينت واحد سبعة ولا تسعة وينت ستة سبعة وينت ستة سبعة مفيش موامل موضوع يعني هنا مفيش مزر الماضي لازم تيبك ان تطلع هي هاي انا عايز اقوله اول حاجة موامل كان هنا كام بزي طب الماضي انت هنا انا كان معي قنطين طيبة او هي بقص تسعة وينت ستة سبعة وهنا تسعة وينت ستة سبعة اعمل فيهم ايه؟ ارسم بأني واحدة بأني واحدة اللي تدير هيتطلع وينت سبقينه بزيلا ان كنت موامل تنفع ده حسب موامل تيمين او من الشبال انا حسبت لك موامل تيمين او من الشبال ففي الاخر ده قدلت سبعة فوق وده مواملتو كان درسة من فوق طبق تجيبت هنا افضعت الفوق تسعة وينت ستة سبعة وبعدين راح نميسك الذاكي اللي بعدها قبلك اتنهايتو اهي ودهيتو هالك تسعة وينت ستة سبعة زيها وفي الاخر خوص كان ليه؟ اوصل بأ ازاي؟ اعمل اوصل على احمال اول باكنة كان اللود اللي فيها ايه؟ اعمل اوصل بالخط ده شو مقام ايه؟ وعلى البرابلة من النص اتفاعها مرعة اربعة الشاكل ده بعد كده راح جاييني ناحية تانية هالكت زيها بصف هالكت الفارابلة هالكت اتنين ستة يبقى هتعدي ستة تنزية على تمانية وهالكتانية ستة تنزية على تمانية تمام؟ طيب احسابنا التقليدين دول ليجي بقى اخر حاجة لكل نص والصوت موينهم بخط المستقيم انا اعمل ايه؟ هانشت انه بوه السم اللي بيه منك تبتعك انشك بايه؟ مسلس بيه على الاربعة صح انا رأيتك بانا راح تجيت هنا الخط ورح تجيت هنا زلت بيه على الاربعة ده اللي هو اللوت كان عشرة الطول تمانية على الاربعة تلات اشريم بانا هنزل على نص اشريم وعصد بايه؟ بخط المستقيم عاد الخمس موضع اقدامك ده ده شكل متاعة المسألة دي طيب انا جيت امتدك عايز نشكيل فورس دا جرام امسك بقى خطة باكة نفس انه كنا بنعمله امت كده امسك الباكة دي ده انا كان معايا موم انت هنا تسعة كان معايا نقول بالشكل قدامك ده هما انت عايز تعمله ماشي عايز ناخد معداد اتزام برضو ماشي يعني لو واحد منكو انا هاخد سجما المومنت هنا هتجب لرد اكشن براسي اللي موجود هنا سجما ايكو اي هتجب لتاني اللي موجود هنا واحد تاني مش حاول بيعمل كده هعمل اي سوبر بوزاشن انا راح جاي وخلاص طعام يتعامل بعد استرجد جانا هنج الهنج مش ده من ايه مطوله ستة فالمفروض يكون ستة باتناشر يزي هنا ستة وستة ستة سبعة تلو خوايز براسي الاتنين دول اللي لفقوا وكل واحد منه هو تسعة ستة سبعة المسفل هو كامل بس يجمع ده يديلو الاكشن هنا يجمع ده يديلو الاكشن هنا اعمل ايه بقيت المكات اكامل بلابسه الصريب الباكة التانية هيك كان المومنت في الاول تسعة فان ستة سبعة المومنت في الاخر تسعة فان ستة سبعة وكان فيه لوته النص عشرة العشرة دي توزع ازاي كاسم خمسة وخمسة طيب واللاثنين مومنت اللي موجودين دول بيعملوا ايه؟ مش هتجيلو حالي مخسرتهم امطرة هتصرفك مفيش حاجة تانية هتجيلك نفس الكلام الباكة الاخرنية اللي كانت موجودة هنا هتجليها شابه مين؟ هتجمع ده جمع الراكشن الى هنا بقى معي الاربع راكشن ايه ده اولى مدن ده اعرف من الشمال والتجاهة والنجاتب وعيش حياتك طيب اللي انا عملته حتى دلوقتي انا حليت المسألة بتاعتي بروتين ايه الفرق اللي في المسألة؟ اول فرق واحد جي انا مريش دعوة انا اي حاجة فيها خارك المسموخ بيها احطها فاول ما شاف كل الهنجات دي راح حطت عندهم كلهم الروتايشن اكتشف انه عنده اربعة النونز محل ده صح بس مشكلته نطوية مشينا فيه وكوننا اللي طلعت اربعة في اربعة كوننا اللي طلع اربعة في واحد كوننا بي جونت اللي هو طلع بصفار جبت لك اربعة النونز الاربع يوهات لو عايز تجيب اللي فيهم مفيش مشكلة كل اللي هتعملوا ايه؟ هتروح تضربها في واحد واثنين زين الدي منبر بتاعتها لازم يطلع لك نفس الكنتين اللي احنا جبناه في الحل التاني ده هو هيصفر نفسه خلاص هو هيعالج نفسه طيب فده اقول حل الحل التاني يجينا اقول نكتب ما احنا احنا كنا بنعمل ده عشان اجيب والتقابل فهو الهنج دي مش انا عارف ان عندها المومنت في زيرو فيا رأيك لو مش هخلط عندها فحطيت عند الاتنين اللي جوه بس طب ليه حطيت عند الاتنين اللي جوه هل تعرف تقود المومنت جوه بكام؟ لا ما عارفش بكام ده جوه ده مقدرش اقول عليه ده عليه مومنت كام ما انا عارفش فحطيت عنده طوق تبدأ عشان تتعامل معنا انه صريح معنا كده انك محتاج تجيب بتاعت 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 بعد ما جيبنا دي زي ما قلت لكم ابسط حاجة خد المعدتين دول عوة بيوت اربعة ما كان يوتنين هتطلع لك بالاخر بالشكل ده هتطلع لك تلات اي واي تلات اي واي على انه شوية اصفار فقلت خلاص ان انا معايا اسمه او مش فرقة هنبدل صفي مع موض فمعايا ده يبقى تعالي نتعامل فلا ما محطيتش نجيه نتعامل على انه اي هنج ده كاينه هنج ما ده يتعامل على انه هنج فكسد 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 كوانت الكهاب بتاعتك وكيه اسمبل طلعت اتنين في اتنين بعدين جبت البيمامبر وفي الاخر برضو طلعت ده اتنين في واحد طلعت لك تو انت كاينك جبت الاتنين دول بس من الاربعة كم هم الباقين كنت محتاجهم في حاجة كنتش مختلف يوم واصلا انت جبت اه هلا عند الهنج البر انا اصلا مش عايز الروتيشن انا كل اللي عايزة كنت مين وانا عارف ان المومنت بزير فقلت خلاص تعان اوفر على نفسنا وعمالنا ده وحد دلوقتي كده في مشكلة خلينا نشوف دلوقتي في حل تالت لنفس المسألة نسأل بقى انت سواء ده الحل التالت لحد دلوقتي في مشكلة طيب حل التالت اللي انتو التالتوا تلاحظوه وعمالين تقول ما احنا بشرين بس انا مش عايز اقوله خالص دلوقتي المتركس كلها انا شايفها سامتري شايفه سامتري بالزبط بس بعكس الاشارة حتى المحلية طرق نص المسألة زي نص المسألة انا مش محتاج اعلم ده كله هو من المسألة نفسها ده انت شايف ان فيه سامتري بالزبط فيه سامترية واضخف المسألة بالزبط طيب يا راك طالما فيه سامترية بدل محل باثنين مش طالما فيه سامترية بقى ايو واحد ايو اثنين مالهم زي بعض بس نفس الاتجاه ولا عكس لازم لو ده يفت شمالي بقى ده يلف يمين عشان يفضل سامتري زي يمين زي اللي بحصل شمال طبعنا كده ان انا ممكن استغل السامتري واحنا نص المسألة بس وتبقى كان واحدة بس ده الحل التالت اللي عمله دلوقتي تمام؟ تمسح ده ونشوف التالت ده يزروف معاكم كحل التالت لدفس المسألة طرف حلول كل اللي هنقوله ده كله هتظر مصبوط والموضوع كله انت تبقى شايف اللي بيحصل عشان بعد كيب عندك القدرة المكتحدد وهي يصح الحل وانت هتعمل كده ايه؟ فانت تبقى فاهم وانما نفضل زيادة او ماشين ده تأثير هاي بلاش كمور دفترنا اي حاجة وبعدين نحل حالة تانية خلص فاخدينها فاهمين وواحنا يبدأ عمينها. حال التالت انت شايف ان فيه سامتري. طب ما احنا قلنا طرابة فيه سامتري ممكن اروح وايخد بدل من حل المسألة كلها حل قد ايه منها؟ نص. طب المسألة دي بتاعتك سامتري معنى كده ان انا قطعت وهاخد نص المسألة. النقط الواقعة على محور التماثل تتحول لشكله ايه؟ جيدة. وان السامتري بيسمح بالحركة في تجاه السامتري بس. فمعنى كده انك لو عايز مش ده الاكسب سامتري بالمنظر ده كده عايز ااخد نص المسألة. والايكل هاحل نص المسألة الشراء فكاين هيكل ده هنجي عادي خالص وده هنجي برضو ما غيرتش حاجة وهدي اللود واجيت عندي ده روحت قلبه طيب. حاجة تارية احنا ما جينا قطاعنا عند الاكسب سامتري كأنك ماسك مؤسل المسألة دي نصية. وانت ماشي عدت على مين؟ على العشرة. طيب احسنتها نصية ايبه هجي لك منع كام؟ هجي لك منع خمسة موجودة هنا. يبقى هنا فيه اثنين طندل كل متر وهنا كام؟ خمسة. تاني كده احنا قلنا ان موقع تلوقع على محور التماثل على كل اللي اعملو كأنه اسمت المسألة نصية. خلاص احنا سامتلك نص المسألة دي خدت اللوت ده زي ما هو. اتشفت عندي حاجة بقى ان كده كان اللي احسنتها عنده كان فيه عشرة. طب العشرة دي اخطها زي ايبه هيا ولا اخد نصها. خدت نصها. انك هتقول نصها شمال ونصها فيه. يمين. دلوقتي بقى ده شكل المسألة. نصفل الاولاية الى ستة مضيارش الاسفل الاولاية ده كان تمانية هنا بقى كان بقى اربعة. عايزين نحل المسألة دي. المسألة دي نهي حلين? نحل الواقع بية في خبرك ها? لا ما موحدنش دلوقتي دايركت وكمبيوتر احنا بنحل الكمبيوتر. بقى الى حيل معك وداية. ممكن واحد نحط هنا ايو واحد واحد اتنين. كده هيتعامل مع الممبر ده على ابنه. والممبر ده. ديجي بس وقت التالت. انت عايز تحطي هنا ولا لأ? اللي انا فكر بالحضور المتاح. وبعدين نختار ابساطه. بس عشان يبقى فهمين الفاكر. اول حل هيجي واحد يقول بس انا نفسي خط هنا لاني ده مجول فعلا. هنا لاني ده مجول برضو. بعدين دي. هل دي مسموكة الحرك رأسي او ضران? رأسي. 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 اه هل يمكن راح التاني يقول لنا احط هنا ايو تلاتة. معنى كده لو بيحل ده كم مجهور? تلاتة. السواء الكلام جميل جدا. انا حل تلات معدلات في تلك مجاهية. بس النص التاني اللي هو هيحل بيه ايه? الميجي يجب ان كيف بعت الممبر الاولاني. يتعامل معها على ايه? طب هو الممبر التاني برضو. طب انا خلاص خد تتجيه في ده لعند الحركة المسموح بيها يبقى انت كأنك في الاول بتبنعها. يبقى لو عايز تعمل كده ما عنديش مشكلة. بس اللي اتنين زي في عاملوا على انهم ده الحل الاولاني. طب خلينا نشوف مسلا حل تاني منكم عايزين تعملوا في ايه? وبعدين برضو خلينا نشوف حل تالت. وبعدين منهم اللي انتم عايزين. من منظر ده كان. الحل من اتنين. الحل ده تلاتة. الحل التاني اللي فوق ده. واحد جاي قال لك طب ما احنا رسا يليم من شوية مين? مش هنج. مش احنا عارفين الموم انت عندها تبارك لو شهنا تجيب فريدة من اللي عندها. كنت بقى قالك كام? فهنا اخط يو واحد وهنا اخط يو اتنين. السعال دلوقتي طبقا للحل بتاع اتنين. النمبر اللي يتعادل على انه? النمبر التاني. ده الحل التاني. طب الحل التاني بقى نعمل اي? احنا قلنا كل بتناظر فورس. طب لكنا انت قلتاني انا عارف ان المومنت عندها بكام? نصف. طب قلت تمن شرك. طب ما انت بتناظر ايه? مومنت ولا شير? شير. شير. طب هو شير في الجايد اللي هيطلع بكام? بزير. هيطلع بزير. طب معنى كده ايه رايك لو شلنا دي كبان? بس هتعادل معداء على انه ايه? على انه جايد. فالحل التالت بقى معنا بسة كل اللي هنعملو هتخط هنا تجيب فريدة باسماني واحد. حل التالت ده المنبرز هتتتعامل على ان لها ايه? وانا الهندد فكسد. الثلاث حلولي ينفعل. عايزين بقى نحل لغين? اخر واحد اكيد لو مو ابسطهم. طب ما ده ابسطهم هيفتع علي افتحة ذالي. تعال اعمالو. انا معاي لستخدس على الهندد فكسد او ده لسه جايبينها. عايز بقى نجيب لستفنس دهت مين? بساعد الهندد فكسد جايد. وذلك المنبر الثلاث اللي انت هتشوفه. فالغلبا مش نشوف حاجة تانية مع دوق. فالتاني بسة عايزين نزود. اقولك لمسح الحتة اللي فوقي. او اي حاجة الان هون شو تفرد? طيب. بتاع كان شكله عامل كده. وانتو لو فاكريين شوية في الشابت بتاع. انا حليت برضو معكم. انا مش بس بال. وفي حالانات. حد فاكر كم بكان في. بس هوا ده. يعني لو انت حطيت هنا يونت روتايشن. هيطلع لك هنا اي اي على ال. وهنا اي اي على ال يعني لو كنت طلعت الـ ده كده اتنين في اتنين ما بين يو واحد كتموجودة هنا ويو اثنين كتموجودة في الاخر خالص مصبوط ولا لا فده بس كده عشان تبقى عارفين ده احنا نحد دلوقتي كتبنا ثلاثة ممبرز. لك الحرية تلعب بيهم زي ما انت ما عايز. ومن فاشح الا اول باكتين بس. يعني ما قطعش في النص بالزبط يعني. كويس. اول باكتين. ما تيجي تاخد معاك الهنج الموجودة هنا دي. هتاخد عندها فلازم تبع حزبه. فهتحسبه على الفاكي كلها. فلازم تاخد معاك الجزيلي كلها. هنشوفها دلوقتي هتظهر فين باقض نص المسألة دي. فتاني انا باقي احل الحل الاخير. وبالتالي هتعرف مع اطول ممبرز دي الممبر نمبر واحد دي الممبر لمكان. الممبر نمبر اتنين. ممبر نمبر واحد ومنبر نمبر اتنين. فدلوقتي لو جينا نقول في الحل ده عايز الكيب بتاعت الممبر الاولاني. ده حركتان وما كلمنا من شوية كان. تلاتة اي وعلى. كما ده كان ستة. يعني تلاتة على ستة. صور ده لسفار. وفيدي 3 على 0. الإعادة التالي. بارة. واحد على الاربعة. منقس واحد على الاربعة. منقس واحد على الاربعة. ﴿ Skewattم ع compassion. وهنا بر és بزيك. فبادعك لو قلت لك تعالى هنا مع السمبلي الكيف تعصيد. تطلع بكاية. الماتريكس دي تطلع كم في كم? واحد بس. هو النور واحد بس. هو النور واحدة. انت خلاص قلت لها حدا. بس ادي فيه واحد. فديه قيمة واحدة. مش متريكس ولا حاجة. ايه قيمة واحدة بس. احنا هلطلع معطف مجهوب. فالكيف بتاعتك تطلع واحد في واحد. فلين هي ايه واحد او هبس احنا. هو واحد بس. كان بقى. من الهرة يطلع كان. تلاتة على ستة. طب ومن الهرة. واحد على اربعة. واحد على اربعة. يعني معنى كده ان ده يطلع تلاتة على ستة زائد واحد على الاربعة. في الاخر تطلع نص وربع يعني تلاتة تلاتة على الاربعة. مليون. اختربت صلاط الظهر. لحد الوقت كده في حد عندنا مشكلة. طب بنفس الطريقة زي ما جد للكي دي فانون واحد ما تجي روح نجيب مين? البي ممبر. والبي جوينت. كان لو راح. طب البي ممبر هي بنفس الطريقة. الممبر الاعلاني. بتخيلة بحاجة. الممبر الاعلاني هنجد. على الهرة. تطلع هنا كم? واحد ونصف الصفة. صحة ده ما اختلفش زي اللي فانت كان بيه من شوية والدنيا ماشي في كويس. والبي ممبر بتعدها. حتلاها طلعت صفة. ونقص تسعة. عند زير ويو كام. ويو واحد. هاي綠 باتشوف الجديد بنسبة اللي هو ممبر كام. اتنين. الممبر ده هتعامل. علينا نشاكل ايه? فكشül. هذا البي شئت. وهنا جايدت. مطوله اين كام? واللوده اللي عليه ايه بقى? واSE. او عميaly Meyerні 10 اللي هي ال 5 ادي. بنتعرف الحل ليك. نفوت برضو عملناها افر كتن. مش ديه 5 تحت. يباده كده يكون ايه? طب والين اتنين دول يعملوا من melod الرivity خمسة فاربعة صح ولا بحق بيلفة ولا كاونتر? ده يلفة ولا كاونتر? يبقى لازم يبقى لازم يبقى وكل واحد منه مالده ايه? خمسة فاربعة باش ليه يبقى هنا عشرة وهنا عشر. الكلام ده احنا احنا حسبناه التفصيل في الجزء التعاملون. لو عايز تجيب لانه مقلص بالكلام ده نتيجة هتجيب سجما هتطلع الى اكشن ده. لو خدت سجما مومن فحيطلع ده وده يعملوا ماضي بقينته عشرين كلوك وايز يبقى اما على اثنين غا اما على اثنين بعكسوهم طائر بالنظرنا. وبالتالي هنا البي منبر بتاعك يطلع في الاخر هنا كام? عشرة وهنا موجب برضى عشرة. ده عندي يوم واحد ومين? وزي. انتكسيشة بتاني عرطيشة او الجالي بيان عرطيشة. وبين هنا تقدر تقولي ان البي منبر اللي انا عايز نقيم لواحدة بكام? عندي واحد هنا كام? سالك ناسا عندي واحد عشرة. يبقى ادي سالك تسعة بريد عشرة. ثلاث بكام? واحد. طب انا بجد انا بحيط دلوقتي وعدلك مجهود. معنى كده كتير طلعناه كام تاخد ثلاثة اي 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 على اربعة. مضروبة اي واحد او زائد البي منبر الاو كام? وواحد بيساوي البي جاينت الاو كام? مش دي وعدلك مجهود اللعتي يو واحد بناقص اربعة على الثلاثة في اي اي. دي انا لسه حزبانها من شوية بس كنا حزبين معاها مين? يو اثنين. فانتدرواتي متخيل احنا حدنا تلات حلول. واحد طلعت فيه واحد واثنين وثلاثة واربعة. حل التاني طلعت فيه? يو واحد ويو اثنين اللي هم كانوا في النص. حل التاني طلعت فيه اي واحدة بس. التلات حلول هتلعوكم نفس الحاجة. انت مان متخيل مين في دور ياخد عشان تنظر البclass. اي نعملت من الاستخGANнения اشان يتم بالطبع ما التي لناك؟ غريبت الفكرة وانه قогод coatedへ. انت دولت مع الأراض 소개 التي رأيت كل الحلول موجودة قcoloك. وال MAYBE على العام بition عشان تكون بها مستعملين او للموضوع الستيفنس كلها لعبة. انت لو فهمت البعض جدا. تعال نعمل ما اريده. بالامل ما علينا. العادي يا نعمل ما نعمل ما اريده يسعópني. فتالاني كدة دول التلات حلول المفروض مستوعب هو ما حصل في الثلاثة ما خلتنا اربعة نونز الاثنين بعد كده بقى واحد في الاخر لو عايز اكمل بنفس المسألة دي عشان اجيب مومنت عبري تعالى نمسك كل منبر الواحده بعد لو انا مساكت دلوقتي المنبر الاولاني وقتلك باردو تعالى نجيب مومنت في الاول ومومنت في الاخر نتسوي الكتب مع المنبر الاول اللي هو كان سحار ثلاثة عملين على ست نضربه فيه كام وكام هناك كان كام وكام كان زير واحد لسه جابينا بمين ناقص اربعة على الثلاثة اي اي زائد البي ممبر اللي ايه كان زير وناقص تسعة هتلاقي ده في الاخر طلعلك زيرو وناقص تسعة وينسب تسعة ده كده الممبر ايه اولاني كيف بيكال زي اللي كنا نطلعينه هاك طب الحاجة الثانية بسه عشان هو ده ممكن مختلف شوية اولتلك عايز اجيب ممبر كام نمبر اثنين عايز اجيت اكفر واحد ورب اثنين انا قلت علي أن اخد بستفنسي بعت ممبر اثنين ايه ايه على ال ونقص ونقص وزات انا وجيت حاجات ايه اي ايه على ال ال اللي هو كان مبعف واحد مبعص واحد مبعص واحد واحد بس لايكด seráف ان يوهات مين بقى يوه ايه 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 عشر. هتطمعنا في القيمة الموجودة هنا دي. بس القيمة الاولانية هتلاقيها تسعة فورين ستة سبعة. القيمة دي هتلاقيها احنا نزلت عشرين هتلاقي دي عشر وينت تلاتة تلاتة. على ما نشوف ايه الجديد اللي حصل. بص اللي حصل ايه? دي تسعة فورين ستة سبعة. متاهدين مع دي ولا لأ? فالديل ايه ما طلعتش نفس التسعة فورين ستة سبعة اللي هيدي. عشان احنا واخدين نص المندش. عارف الرقم الاصلالك دي اللي هو فين? اللي هو هيبقى هدف. قد داكن فين في الرسمة الاورية. فشاهر اخدنا نوصلين دول ونزلنا بيه اللي على الابعة اللي هيكت عشرين. عارفنا اقترفت العشرين من التسعة فورين ستة سبعة هتديكم القيمة دي اللي هيكت تلاتة كام? عشر فورين تلاتة تلاتة. طبعا انا وصلت لك مصر المسألة العشران. دعا لأخته باليمين. ما انت قلت بالاول انها سمت لي. فهترسم لي لغنائك المصرى وتعكسه بين. وتعكس الناحة. تمام? الجزائي الخاصة بالبيمز باختصار كده انا كل اللي عملتوا حد دلوقتي انا بتكلم على دي جريو فريدم روتاشن بس. يعني احنا لسه مدخلناش معانا دي جريو فريدم برتيكل معانا قريد نشتنا خليه انا بس اقول فكرة حاجة يعني بس عشان بجملة ان احنا وبعدين خلصتها يعني. مش هحل مسألة على حاجة. بس هتراش معاكم الفكرة صغيرة. دي مسألة او خلينا نبدأ اختدريجي واحدة. خلينا نعتبر دي زي ما هي او حتى زي اللي انت شايفني. دي مكان اولا فكسد وفكسد. عندهم اي حاجة نسموح بيها? لا. نيجي هلا عن هنجل. نسموح براسي. نسموح ببين بس. المفروض اول حاجة هتجي تقول ده هنا في داران ولا يكون اي واحد. نروح جاين هنا. ده مسموح بداران ولا لا? انا فيه اثنين داران. مسموح بحركة رأسية? لا ابرد. مسموح بحركة وفقية. هل انا مهتم بيها في البين? لا. يعني نسموح بيها او بس انا اصلا مش موجودة في البين. فلونا في الحل كام في كام? اثنين. السؤال لو بلنا ترونها دي. كتنلوطة دي عبارة عن انترميدات هنج. عبارة عن انترميدات هنج. احنا تعال انا اول سؤال بس اقالوا رسا في الاول هي ايه دي جريز وفريدام اللي موجودة? ايه دي جريز وفريدام اللي موجودة? صحة ولا لا? طيب خلينا نفكر في حاجة. هي الانترميدات هنج دي كان بدعم دي اصني. ايه دي الجزء ده ستيبل. لا ترميدات هنجي كبتعمل حاجة تاني. كان بتقول لك ان الجزء بتسمح بدواران يمين غير دواران شمال. وبالتالي انا و جيت سؤال تكديرات. النقطة دي دي حاجة تبنع اللي هتلف. لا. تبع تلف كم لفة بقا? اتنين. اتنين. فالمفروض دي هتحط عندها كام النون. كاللك هتيجي تقول لي ده هنا فيه اتنين وهنا فيه كم? ثلاث. الاتنين رغيش. بس يمين غير مين? غير شما. طب خلينا كامل معا. ديها في حرك فالنفروض هنا ما فيه في كام? يو عربعة. السؤال دي روحيتي في الكيز دي. لو جيت اتعامل مع الممبر اللي في النص. يتعامل على انه. هنجد. هنجد. ولا فكسد. هنجد ولا فكسد. تاني السؤال. الممبر التاني اللي في النص ده. يتعامل على انه. هنجد هنجد. ولا هنجد فكسد. ولا ولا فكسد فكسد ولا فكسد هنجد. اللي خليكم قلته فكسد فكسد ايه? اننا هنا واخد الواتيشن وبالتالي هنا واخد كل الدجازة فريدا بايت فكسد. وهنا انت فعلا واخد فكسد فبرضو كدنا ايه? فكسد. فده التعامل معا انه فكسد فكسد وهنا فكسد فكسد. فيها حل تاني ابسط. احنا دروايتي مش ماشي. بس هو اللي انتي عايزة تريد ايه هو الانترمات هنجد زي ما قلت لك ان هما طوق النوم زي كروتيشن. سألت لك معلومة تانية. ايه هي? ان المومنت سواء يمين او شمال بكام. لما تيجي لاستغل المعلومة دي. اخوة طبعا انا عارف ان المومنت عندها بزيزة. طبعا انا اقول لك ايه? تعالا نعمل حل تاني اهو. واروح جاي اهلا. ده في روتيشة يمين غير شمال صح او لا? دس انا عارف ان نعمل تركام. فمش احطوه. طب الفرس كان ينفع لحطوش. فغصب عليك هنا بتروح ديها حاطة مين? يو وياكل دي واحد وده يو اتنين. مسلا ينفع تفحل كده. او ينفع تفحل في يو واحد واثنين بدل الاربعة دول. السؤال بقى ايه الاختلاف? المنبر بتاع اتنين ده. ما اتعامل معها اتعامل معها انه ايه? فكسد هنجد. طبعا المنبر ده? هنجد فكسد. تمام? ده ده يعني انا وخدت هنا الجزء ده عمين متشال على مين? هما الاتنين اندتوربن. يعني ده انا وجيه تفصل. هقول مين هيشيل على مين? الاتنين اصلا كروستابل. فانا مش قادر اقول مين يشيل مين. فتاني. الفرقة بين الحل اللي فوق والحل اللي تحت. انت هنا حاولت تقول انا ما عرفش حاجة خالص غير انت رميت هين جبت اتنين انوانز وفروتاشن. حطيتهم الاتنين. طبعا انا حطيت الاتنين مع النقطة ايه كأنها تحولت لفكسد. كأنها تحولت لفكسد. حاجة التالتة قلت رأى. طبعا انا استغلت دي ان دي عندها مومنت يمين او شبال بصفر. يبقى انا اتعلم على انو هينج. وبالتالي شلت الاتنين. ما تبقى لكش غير الفكسد. وبالتالي ده حل كأنها بس المنبر ده فيكسد فيكسد. في مشكلة حد كده. هلوكم بقى حل تالت خالص. ايه رأيك لو انا قلت انا نفسي نفسي نشوف ايه المشكلة او ايه معلومة اللي محتاجها. احل دي بقى النوم واحد هده. ايه المشكلة لها ده هم? احنا كنا بالحل ازاي? هاتل استافنس بتاعدي ده. عارفه ولا لا? هاتل استافنس بتاعدي ده كله. عارفه ولا لا? هوا ده المشكلة. لو انت نفسك تخلي نحل فعلا في ده. ينفع حلها. بس تديني حاجة واحدة. ايه هي? تديني بتاعك فكسل. وفيه في النص ايه? يعني كأنك بتقول الحل ده ينفع بس لو اديتني ده كله على انه انا من توحد وانا كنت اعرف بتاعه. لو اعرف بتاعته. والفكسل ان ده مونس بتاعته اعرف حل المسألة دي وده لأ. طب ايش في حاجة? مش انت كنت اول خطوة بتجيب الكتب على كل ممبر? ايه رأيك لو انا اللي اديتك الكتب على الممبر ده. مش تفع في حاجة. انا اللي بديها لك. فانت هتاخد الكتب على هذا الممبر ده. واتحل. كي انك مش شايف اللي جور. انا حلت لك الازمة دي. في الاخر خالص كانت انا شو تسايل فيه. بس عشان تبقى مستقب هو ايه اللي بيحصل في الدنيا. لان الطريقة دي اللي بيحل بها برنامج. برنامج في الحقيقة مش هيروح يحل كمية فيها مثلا الف في الف. هو بيحاول يقلل على عد ما يقدر. التعليل ده ده احنا بيقلنا في الاول اسم اله. هشرح لكم تفصيل المرة الجاية. في الاخر اللي انا بس كنتم تكون وصوتوه. اي مسألة بي. المفروض اعرف تحلها. المفروض اعرف تحدد اقل عدد من الدجريزو فرينا اللي يخليك تعمل ايه? تحدد المسألة. فالمسألة بتاعتك دايما اللي هتجي لك تتحلم اكتر من حال انت اللي هتتخطار هو ايه? اني اقل عدد من الدجريزو فرينا من اللي هتحل بيه. امام.